السلام عليكم ونحتو الله وبركاته. الفيديو ده موجه للطلبة اللي بتدرس او وبالاخص بتاع الفيسيولوجي او ويهم جدا الناس بتاعت اللي بتدرس جيناتكس. لاننا ده مركز دايما على الجزء الجيناتكس. ان الارجن بتاع every function is genetic. النهاردة هنتكلم عن عنوان كده اسمه the abnormal structure and abnormal physiology of any organ or cell or tissue does not mean abnormal function or behavior in human. معناه كلام ده ايه? معناه ان مش شرط ومش ضروري دايما ان ال abnormal structure الشكل الغير طبيعي والابنورمل physiology. والنتائج المعملية بمعنى اصح تمام? او اه نلقى حاجة في التحاليل الطبية او تحاليل بعض اللي هي او اه سوائل الجسم ان هي نلاقيها ابنورمل ما يعنيش بالضرورة ان هنا في مرض تمام? او ان في ابنورمل فانكشن في اه الباضي بتاع الهيومن. اه وقلت الكلام ده قبل كده سواء بالنسبة للطلبة بتوع التبع السيدالة او الساينس او بايولوجي تلتة سنة ولغات. وانا بدأت اسلوم البيولوجي او اي مادة او بايولوجي. ان ربنا ما خلقش البني ادمين استنباط او اي اورجنيزم. اه قد يكون بعض الهيومن عنده ابنورمل استركشور تمام? اه الارجن معين او ابنورمل فسيولوجي اه الفانكشن معينة في جسمه ده ما يعنيش بالضرورة ان كل ان كل الكيزز اللي فيها الاستركشور او الابنورمل فسيولوجي ده ان هنا اه او حالة اه باستولوجية او حالة مرضية. والكلام ده انا درست عليه اكزامبلز كتير وامثلة. اه وكيزز كتير. اه على ايد اسادزة في الجامعة وفي الكتب والاصدارات اه بتاعته. وكان اه من ضمن اسادزتي في الجامعة الاستاذ الدكتور اه استاذ دكتور مونير الجنزوري. اه اه وربنا يدي له الصحة ازا كان عايش. اه ومن الفيديو ده ببعت له سلامي لان هو يعني من الناس اللي تعلمت عليها على ايديها حاجات كتير جدا. اه في اميانيتي وفي الهيستو كيميستري. اه وكنت كان بيختارني دايما ان انا اللي اكتب الصبور ان يا باتر عنه. اه كان من ضمن حاجات ذاكرة في كتاب لي ان في اه ان مش دايما التوائم 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 التوينز يعني اللي هما مولدين في بطن واحدة تمام توائم اتنين تفلين مولدين توائم مع بعض في بطن واحدة مش لازم يكون ليهم نفس الفاذر او نفس الاب. طبعا العنوان كان غريب جدا وينك هو ذكر في احد اصداراته الترجيمها للغة العربية ان اه اه توامان لام وابوان. توامان توام توام معزريا في اللقص لأبوان وام واحدة. توام لأبوان وام واحدة. فالعنوان دايما اذا انا شفت العنوان كده كان غريب جدا يعني. فااااااااا لما قرأت موسّق الموضوع تمام ان دا حصل اه في كاليفورنيا ان كان كانت حالة واحدة امريكية ادعت على الرجل امريكي ان هو اب للطفلين اللي هي والدتهم دول. اللي هي والدتهم في بطن واحدة. فطبعا كانت قضية طبعا تعرفين الامريكان والحاجات دين الواحدة بتتدعي على واحد من غير ما يكون جهزة ان دول ولاده عشان تاخد فلوس منه وكده والكلام ده. فطبعا كانت طبعا بيلجأوا في المحاكم الامريكية للتحليل دي ان اي. فعملوا اناليسس دي ان اي للطفلين بالنسبة للدي ان اي بتاع الاب اللي هي بتدعي عليه ان هو انه دول ولادها. ان هي اقامت معلقة غير شرعية. فطبعا جاء بعد كده التحليل اثبتت ان هو الدي ان اي ان هو اب لاحد الطفلين. وكان واضح جدا للدكاترة وللمحققين ان فعلا فيهم طفل ابيض يدي امريكي. والطفل التاني يدي مش امريكي خالص واستحال يكون مش شكل. لكن طبعا الحاجات دي ممكن يبقى فاهم وحياتهم دي فاضطروا ان هما يلجأوا الايه بعيد عن الفصائل الدم الاي بي او وبعيد عن الشكل الظاهري يلجأوا للدي ان اي فلقوا فعلا ان الايه التفلين دول التوينز بتاع واحد فيهم بس هو اللي ابن الراجل ده. فحاجة غريبة جدا. ازاي يعني توقع مولدين فبطنه واحدة ده اب الواحد منهم والتاني مش ابنه. فضغطوا على الست شوية تمام. فا اا اعترفت ان هي قتع العلاقة بواحد افريقي. ففعلا جابوا الراجل افريقي ده واخدوا منه معينة وعملوا دي ان ايلي وللطفل التاني فهلقوا الطفل ابنه. الله الست يعني آآ غريبة جدا. احنا دارسين في البايولوجيا او في الميديسين عامة ان الفيميل او بتاعتها ان هو واحدة بوايدة واحدة كل شهر من احد المبيضين. فطبعا اه ضغطوا عليها فاعترفت. قالت انها كانت على علاقة. فعلا التحريب بتقول كده. ازاي ان يطلع في نفس الوقت. فاعترفت الست قالت انها كانت على علاقة بالراجل الامريكي ده والراجل الافريكي. كل واحد فيهم في في نفس الليلة. بينهم وبهم بعض يعني في خلال اربعة عشرين ساعة الاتنين. فطبعا عملوا تحليل الست ديت. لقوا الحالة بتاعتها اسمها او بتطلع اه الاتنين في اه كل من يعني كل واحد بيطلع وبعد كده طبعا يعني ست يعني بيشتغلوا في نفس اليوم وفي نافق وعملت الايه العملية العلاقة الجنسية مع الاتنين دول في نفس اليوم وحصل من بتاع ده ومن بتاع ده مع واحد مع بتاع الاووري مسلا اه فحصل في الحالتين وحصل في الحالتين. ده اللي ذكره الاستاذ دكتور اه مونير الجنزور في كتابه عن الحالة دي في كاليفورنيا. طبعا مزاكر فيها المراجع والمجلات الانمية اللي راجع فيها تمام. اما طبعا استغربت جدا للحالة وقلت يمكن المجلات الانمية في امريكا ساعة الجمال اجانب دور ساعة بيحطوا حاجات فيه كتير. ففضلت ابحث لحد ما لقيت اه اه احد الكتب للاستاذ دكتور مصطفى ابراهيم فاهمي واستاذ دكتور مختار الظاهري من العلماء المصريين ومترجمين كتاب كتاب بيكلم عن ان ان الدكاتر لما يشخصه يشخص على اساس جيني ان ممكن عنده مرض مش هيظهر عليه بس الجين موجود. اما هم طبعا الكتاب كان هو كده. واتكلم على نقطة الحالة اللي هي السوربر فيكنديشن. وذكر فيه ان حدست ان امرأة المانية عن جابت توينز بتوقم. وكان واحد فيهم. يدي الماني والتاني افريقي. مش عارف ايه غويتهم في الافارق. فهم ما طبعا اه 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 الراجل اه قال لا ده مش ابني. وهي ادعت ان ايه ان الاتنين ولاده. فطبعا راحوا برضو راجعوا لتحليق الدين ايه. فلقوا واحد ابن فعلا زوجها والتاني مش ابنه بالدين ايه. فوجدوا اه فحققوا معه وضغطوا عليها فاعترفت فعلا. فا اه لقوا فعلا لها ادعت عليه الثاني ابن اب الواحد منهم. والولد الثاني ابنه جوزة. فعملوا التحليل الاميانيتي والامبريولوجي والتحليل الهرمونز على الست دي. اللي هو برضو نفس الحالة اللي هو سوبر فيكنديشن. فكده الحالة دي اه زي ما قلنا العنوان بتاع اول فيديو اللي هو زي ابنورمال فيسيولوجي داز نوت مينز اه ابنورمال فانكشن اور بيهيفيور in all cases. اه اه اسبيشولي ان هيومن. وبالطريقة دي ان احنا نرجع للجملة اللي انا دايما نقولها ان ربنا صحة تعالى ما خلقش الناس استنباط يعني لو انت كيميائي وشغل في ما عملت حالي ما ينفعش كل النتائج الابنورمال انت تشخص منك لنفسك. لا في حاجة اسماتها بي. في واحد قاعد اه في كلية الطب وعمل في تخصص معين. هو عارف ان مش كل تمام? اه ان بتاعني في في الاغلب تمام? ودي احنا عارفانها تمام? مش كل مسلا الكارديك انزيمز يبقى في مشكلة في الكارديك انزيمز يبقى في مشكلة اه في الكارديك محصل ومش كل اه يبقى في مشكلة في في الليفر مش كل كل حاجة كده لها كيزيس وفيسيولوجيكال تامام? فالايه كنت اتكلمت عليها قبل كده. اللي هو حالة اه الناس المرض المالاريا. الناتجة عن بلزموديوم مالاريا. اه ده كان اه اكتاح فترة في بعض الدول الافريقية. فهما فطبعا حصل موت كتير وناس راح الضحايا للمالاريا ده. فلقوا قبيلة معينة في وسط الغابات. جزء منها مش بيموت. مش بيموت من مرض المالاريا مع انه ما خدش علاج. فحلله للناسه دول. لو cooker القبيلة عندهم انمية اللي هو مرض انميا الخلال منجليا. بس اللي هو الهاجين. يعني هو عنده جين واحد من انميا. وما عندهش الجين التاني. لقول الناس اللي هي عندها độ جينز بتاع انميا بيموتوا من الانميا. والناس اللي ما عندهاش يعني الاجينز بتاعتها تماما تموت من مالاريا يعني الواجب العديد من السيكلس الانيميا الموجود من المالاريا ويواجب العديد من السيكلس الانيميا الموجود لهاجيني لو عنده فرد جين سيكل سيل انيميا والفردة الثانية مش بيور مش سيكل سيل انيميا بيعيش هم دول اللي ناجوا من المالاريا هم دول اللي عاشوا من وما تعرضوش لخطر المالاريا فبحثوا في الموضوع لقوا طبعا ان البلازموديوم مالاريا الميكروب بما بيعملش مرض وبيصيب الخلايا اللي هي مريضة وبالتالي الشخص اللي عنده سيكل سيل انيميا هيبرايد الخلايا بتاعته ما بتعجبش البلازموديوم مالاريا فما بيقدرش يعيش فيها فكانت الباد جين ده اللي عنده كان هو سبب ان هو يعيش تمام؟ فمش دايما بيعني ان ده عيب في الشخص او عيب في البني ادم بل بالعكس ان قد يكون ربا سبحانه وتعالى وهابوا الحاجة الابنورمل دي عشان تكون سر صحته وسر ايه ساعته وان شاء الله نلتقي في فيديوهات تانية نتكلم عن بعض حالات الجيناتيكس وحاجات الابنورمل كيسز اللي هي بتعتبر كده حالات يعني شازة او مش عايزة اقول ابنورمل بس حالات شازة عن القعدة شازة عن الروز اللي هي بتأكد لنا ان احنا لسه قدامنا مشوار كبير قوي عبال ما نعمل رولز نكتشف بها كل حاجة وزي ما ربا سبحانه وتعالى قال اه ما اشتو خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم واتمنى اللي يعجبوا الفيديو اه يعمل شير اه سبسكرايب و لايك وشير واللي يكون عنده اي تعليقات اي تحفظات اه يديناك الكلام ده في الكومنت عشان نستفيد منه اه نسألكم كده الدعاء وان انتم تدعمونا دايما في القناة بتاعتنا عشان نقدر نستمر وندعمكم اه بالكل ما هو جديد في علم البيولوجي وعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة